اهلا بكم الى موجز اخبار الان فاد مصدر محلي في محافظة نينوا بان عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي اصيبوا بجروح اثر قصف جوي استهدف مقرا بديلا للتنظيم على اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل وفي خبر متصل فاد مصدر محلي في محافظة ديالة بقتل احد ابرز قيادي تنظيم داعش الارهابي في الحويجة مع اثنين من مرافقيه بقصف جوي قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين اعلن مصدر عسكري عراقي عن قيام الطيران الحربي بالقاء ملايين المنشورات فوق اقضية غرب العراق القريبة من الحدود مع سوريا والاردن تعيدهم فيها بقرب تحرير مناطقهم من داعش وقال العقيد ياسر جبار ان المنشورات تدعو سكان تلك المناطق الى عدم السماح للارهابيين باستمالة ابنائهم ولا يكون تحت صفوف التنظيم لمحاربة الجيش العراقي حررت قوات سوريا الديمقراطية نصف مدينة الرق بعد اقل من شهرين من انطلاق المعركة ضد تنظيم داعش وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت تقدما استراتيجيا لقوات سوريا الديمقراطية في حي نزلت اشحاد جنوب الرقة وفي منطقة البانوراما اعتقلت الشرطة التركية سبعة عشر اجنبيا في عمليات مداهمة استهدفت موالين لداعش بحسب ما ذكرت وكالة دوغان ودهمت الشرطة اربعة عشر موقع في اسطنبول وعتقلت ثلاثة وعشرين شخصا في المجمل من بينهم خمس نساء اعلنت المفوضية الاوروبية ان نقل المهاجرين من اليونان وايطاليا الى دول الاتحاد الاوروبي الاخرى بلغ مستوى قياسيا في شهر حزيران يونيو الماضي واضفت انها تقوم بالضغط لاقامة دعاوى انتهاكات ضد جمهورية تشيك والمجر وبولندا لاخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بشأن قبول المهاجرين عثر على جثث خمسة وعشرين شخصا من بينهم سبعة عشر من عائلة واحدة بعد انحسار مياه الفيضانات من قرية في ولاية ججرات الهندية واعلنت سلطات الطوارئ في الولاية العثور على اثنتين عشرة جثة اخرى على الاقل مع دخول طواقم الانقاذ القرى المتضررة من الامطار الموسمية الغزيرة اعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة يونسيف ان اكثر من سبعين الف طفل مهددون بالاصابة بسوء تغذية حاد في جمهورية الكونغو نتيجة الاشتباكات بين الجنود الجيش وقوات المعارضة واشرت المنظمة الى ان الاضطرابات تركت نحو مائة واربعين الف شخص بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة من بينها الحصول على مياه نظيفة وطعام ورعاية صحية الى اللقاء اشتركوا في القناة